احنا في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه يوم الحد بنتكلم عن كيفية التخلص من المسببات زيادة نسب الطلاق و احنا النهاردة نتكلم عن حاجة شوية مليئة بالحساسية لتداخل المفاين فيها بشدة حنا نتكلم عن حاجة كده محتاجة ان احنا نقعد و نسمع الكلام بهدوء عشان نقدر نحافظ على البيوت احنا في كتير من الاحيين بنخلي بر الولدين جزء من المبرر اللي بيخلينا نتدخل فيه الاسرة الوليدة اللي هي اسرة الزواج تعالوننا عرضا نتكلم في الحلقة دي عن حاجة مهمة جدا اسمها تأثير اسرة المنشأ يعني ايه تأثير اسرة المنشأ؟ يعني تأثير اسرة الزوجين على حياتهم الزوجية الجديدة لازم نعرف ان فيه تأثير اه فيه تأثير بس قبل ما ندخل انا عندي ملمح لمحته كده وانا براجع الكتاب والسنة وجدت اني مفيش كلام كتير موجهة لأهالي الزوجة على ازاي يتعاملوا مع الجواز الجديد وكأن الشرع بيبعت لنا رسالة واضحة ان الجواز ده بيت مستقل يعني ايه بيت مستقل؟ هنقطع كل العلاقات بين وبين الاسرتين اللي هما اسرتين منشأ؟ لا حتى لما بنستخدم مصطلح الفطام الزواجي او قطع الحبل الاسري ما بنقدر ما بنقصدش الشقاق لكن نقصد الاستقلال ان كل بيت يكون لما بيتولد بالزواج البيت ده واتيكون مستقل يعني ايه مستقل؟ له اسراره راه طريقة معاملته له فهمه ليه؟ عشان يحصل العشرة بالمعروف وده الامر وعاشرهن بالمعروف لازم يحصل له طب احنا لازم نلاحظ نفسنا بقى لازم احنا راحين على الجواز وانا بدرب الناس في المقمين على الجواز انهم ما يلاحظوا يلاحظوا مجالات مهمة جدا جدا بيسري تأثير قصلة المنشأ على المولود الجديد اللي هو الجواز الجديد اول حاجة بيظهر فيها تأثير الجواز او البيت الكديد بأسرة المنشأ نمط العيش نمط المعيشة اللي هو ايه نمط المعيشة؟ الاكل الشرب عناعمل الاكل كل اسبوع كل ده نمط العيش ازاي بنعيش؟ بيبن فيه اوي تأثير أسرة المنشأ طريقة حل المشكلات ازاي بيحلوا مشكلات؟ بيحلوا مشكلات في الاخر بزعيئة تنهي المسألة وتلقى أفل المسألة والموضوع أو إن إحنا بنركن أو إحنا بنأجل 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 المشكلات الحياة الثالثة شكل الحوار همهما بيتحاوروا إزاي هو بتحامروا لمدة دقيقتين وبعدين اشزوجوا يزهق والموضوع بنتهي على كده ولا بيتحاوروا يعني عندهم نفس وبيحبوا يسمعوا بعض الجانب الرابع هو الجانب الاقتصادي هو إحنا إزاي هيبقى فيه الإنفاق الفلوس هاديها المصروف البيت هاديه للزوجة وهي تصرف على كل حاجة ولا أنا في بعض الرجالة بيقولوا لا فلوس دي تتبقى فيه دي وأنا اللي أصرف كل ده من تأثير أسرة المنشأ سواء هو عنده ترومة لأن والدته كانت مصرفة فهو بيحاول يعدل اللي كان في البيت أو كان هو أصلا شايف أن والده بيعمل الكلام ده طيب الحاجة الخامسة والأخيرة الأخيرة في المثال اللي نحن نضربها لكن فيه حاجات تانية بس دول أهم ملفات بيحصل فيها التأثير إيه بقى إدارة العلاقات هنتعامل إزاي مع الأصدقاء هنتعامل إزاي مع الأسرتين كل دوت تأثيرات بتسري أو مجالات بتسري فيها تأثير أسرة المنشأ تأثير أسرة المنشأ ده بقى بياخد أشكال كتيرة يعني مثلا والدت الزوجة من أحد التأثيرات والدت الزوجة هي المسؤولة والدها ليس له دور فيحصل بقى إيه؟ ده اللي كان في أسرة المنشأ لذلك الزوج بيحاول إيه؟ منع زوجته من المشاركة في قرارات المنزل لأنه خايف إن إيه؟ تطلع زي والدتها ويسلام على الأمثلة الأمثلة اللي في غاية البشاع إيه اللي بالإدراء على فمها؟ تطلع لبنت النماء وعلى فكرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بيألة نسيء الظن والله سبحانه ده قال إن بعض الظن إسم وما ينفعش وقال لا تزر وزيرة وزرة أخرى ما ينفعش إن أنت تأخذ السيد زوجتك بجريلة أمها ما يصحش ولا يجوش شرعا وعلى فكرة سعد الأزواج بيأخذوا الزوجات إلى أن هم فعلا يعملوا كده تكون الزوجة مستقلة وتكون الزوجة فتنتهي في النهاية يظهر الزوج ده ما ينفعش بها غير طريقة ماما طريقة ماما اللي هي كانت بتفرض سيطرتها على البيت وللأسف يعني اللي بيخاف من عفريد بيطلع يعني اللي بيحاول يبني في بيته خوف الخوف ده بيسيطر عليه وممكن كمان يبقى تأثير زي الزوج مثلا بتحاول تقنع زوجها أن هي ليست مسيطرة ومش عايزة حاجة ولا عايزة يكون لها القيادة في البيت ليه طيب بتقنعه ليه لأن هي شافت والدتها لما بتعمل بيتمارس سيطرتها فهي بتحاول تثبت لزوجها طول الوقت الكلام ده وهي مش مضطرية لده أو الزوج مثلا بيشعر أن زوجته مستغنية عنه وهي بتتقلم من الشعور ده أنه حاسس أو فهم أن هي مستغنية عنه ومش قادرة تقوله ومش قادرة تقوله تقوله أن أنا مش مستغنية عنك بس هو اللي حاصل هو شايف أن هي بما أنه السوجة مش بتحتاج له مش قاعدة طول الوقت تقول اللزقة فيه يبقى أكيد هي ايه مستغنية عنه أو الزوجة بتشعر أن زوجها في أوقات كتيرة بيكون شخص اعتمادي جايب الاعتمادية منين لأنه لما دخلت بيتهم هي بتقول كده زوجة ده تعتمادي لأنه لما دخلت بيته وجدت أبوه ايه اعتمادي بشدة على والدته والدته شايلة الليلة كلها زي ما يقوله كده شايلة الليلة كلها وهي كزوجة مش قادرة تقوم بالدورين دول ومش عارفة توصل له إزاي الكلام ده يبقى إيه اللي حاصل يبقى هو لازم يعرف أن هي مش عايزة تقوم بالدور ده مش إنها شخصية قوية ولا شخصية مستقلة لها هي مش عايزة يكون في النمط دفتها وهي محتاجة زوج يحتويها ويتعامل معاها على إن هي أنثة ومرأة وتحتاج إلى احتواء ورعاية وتدليل كمان يبقى إيه اللي حاصل مشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع السيدة عائشة يتعامل معاها بكل تدليل يقولها أنت شربت منين تقوله من هنا يروح شارب بالنفس المكان اللي شربت منه لأنه زوج لازم يحتويها ولازم يدللها طب والوصف ده للزوجة يدل على إنها مرأة مستقلة ومستكفية وده الظاهر منه ولكن في الظل جواح تيك شديد لي للاحتواء والطبطبة والحنية فعشان كده بيبقى إحنا عندنا تأثير أصلة المنشأ قد يكون لتأثير في تفكيرنا إن أصلة المنشأ يأثر في زوجتي كده أصلة المنشأ يتأثر في زوجي كده هتخليه اعتمادي ففي بعض الأحيان يبقى إحنا مستحضرين أو مستعدين لتأثيره ومش موجود وبعض الأحيان بيبقى التأثير ده يخرجنا عن شخصياتنا يبقى لو هي تجوزت بتحاول تختار حد ساعات بقى تأثير أصلة المنشأ لما هي تحس إنها أصلة المستقلة ده تأثير جديد لما تحس إنها مستقلة وإنها مسيطرة لما تحاول تجي تتجوز تتجوز إيه؟ تتجوز واحد تقدر تسيطر عليه ولو كان مش قابل للسيطرة بتحاول تخليه قابل للسيطرة فممكن تختار واحد أصغر منها سنا أو طيب أو حنين أو أصغر إخواته فيبقى هو متعود إن هو إيه؟ إن إخواته اللي أكبر منه هم اللي بيعملوا كل حاجة وبيوجهوه بالدور ده عشان يبقى فيه توافق في الاحتياجات أو هي قوية ومسيطرة وشطرة وجدعة وبتعمل كل حاجة بسرعة وقلبها حامي وهو هادي بياخد كل حاجة بهدوء فإن اللي حاصل؟ فإن تعمل كل حاجة بس هيحصل عنده بعد شوية بعد ما تعمل كل حاجة هيحصل عنده سراعة برضو هو صحيح عاوز حد جدع وبيعمل كل حاجة وإنه يبقى مرتاح وحاسس بالأمان في كان في الزوجة الشطرة القوية بس بعد شوية هيتفتح عليه من وقت للتاني إنه راجل ومش هيستحمل سطع العالي وإنه يكون لها سيطرة عليه وخاصة قصاد الأهل والأقارب بعض أنماط الأزواج المتأثرين بيتضح بقى ليه عندنا الأزواج المتأثرين ده إيه اللي حاصل؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة نقعد بقى ونحلل ونشوف الأنماط المتأثرين بإيه؟ بوسرة المنشا ونقعد كده ونحلله هنلاقي أربع خمس أنماط النماط الأولاني بيقول إيه؟ النماط الأولاني بيقول هتلاقي زوج متسلط مع زوجة ضعيفة ضعيفة الشخصية وممكن تلاقي شريك حياة قليل التفاعل عشان جوا جاي من أسرة عددها قليل وهدية مع شرك اجتماعي وهيبر نشأ في أسرة عددها كبير وعائلة كبيرة ومتربطة ده كله تأثير لأسرة المنشا أو ممكن يكون شريك عشوائي وشريك تاني منظم ممتعة كانت بتقول لها ما تنزليش قبل ما تخسلي المواعين ما تتحركيش غير لما تتبه غرفتك تكره جدا 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 إن حد يخلع هدومه ويسيبها والزوج رامي كل حاجة في كل حتة لأنه وأسف ماتت ممت هو صغير فبقى بيهام هرجل أو زوجة نشأت في أسرة تقدر التعليم والعمل وعطوها حرية الخروج عشان تحقق أهدافها مع زوجة نشأة في أسرة لها قواعد صارمة ما تسمحش بخروج الست عمال على بطار هنا بقى لازم نقف وقفة إيه الوقفة اللي لازم نقفها إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شوية قواعد ندير بها حياتنا إيه أهم القواعد دي إن إحنا لازم وإحنا بنبص لحياتنا بنبص لتأثيرات الناس علينا مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير آه هنا بقى بيقولنا إيه خلوا بالكم من عدوى الناس وتأثيرات الناس طب إذا كان الصاحب ده أهلي نخلي بالنا من هذه التأثيرات فيبقى على طول لازم قبل الجواز نعمل حاجة مهمة قوي وفي الجواز نعمل كده إحنا في جلسات الإرشاءات الزواج بنعمل كده بنعمل إيه نفرز عشان باسم محدش يقول هو أنتوا ليه كده مخلين كل التأثير لأسرة المنشأ تأثير سلبي لا لازم نفرق ما بين التأثير الإيجابي لأسرة المنشأ والتأثير السلبي التأثير الإيجابي إن الأسرة دي اللي علمتك القيم الأسرة اللي علمتك إن أنت تبقى جذعة تبقى حريص على ده ويبقى ده فيه فرق كبير بينه وبين الإسرار على نمط الحياة بتاعه إنه ما بيناموا الساعة كام وبيأكلوا إزاي وبيعودوا مع بعض إزاي ومين يتكلم ومين اللي ما يتكلمش ونروح نزور إمتى وما نزورش إمتى لا القيم غير ده ده الطريقة اللي اتفقوا عليها عشان ينفذوا القيم فاتفرق ما بين القيم والأخلاق وما بين أسلوب عشتهم اللي هو ستايل لايف بتاعهم لايف ستايل بتاعهم اللي ده مش لازم أنت تمشي وراه فلازم نفرق ما بين القيم وممارسة القيم ممارساتهم للقيم دي ممكن يكون لها تأثير سلبي لأنهم مثلا ما بيسمحوش هم أناك عشان بيحافظوا على الهدوء ما بيسمحوش للمرأة لن يتكل ده وجهة نظرهم هم أو ما بيسمحوش للمرأة لن يتنزل لوحدها ليه طيب عشان هم عندهم عيب الكلام ده لو حد عكسها المنسألة هيبقى فيها دم فلازم احنا نفهم الكلام ده بشكل واضح لا أنا مش لازم أتأثر بدا يبقى فيه تأثير سلبي بأسرة المنشأ سببه قد يكون سبب سوء التربية مثل تقديم قدوة سيئة أو التفاعل أو التعامل بشكل عنيف مع الزوجة إزاي بقى نتعامل إيه أفضل طريقة للتعامل مع فكرة تأثير أسرة المنشأ على الأسرة الجديدة الأسرة الجديدة ده ميلاد جديد ميلاد جديد لازم نتعامل معاه على إنه ميلاد جديد يعني إيه ميلاد جديد يعني كل التأثيرات دي تتراجع تتراجع على إيه على ترابيزة الإيه ترابيزة الاتفاق نعود مرات شراح القاضي قالت له إني مرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره نبقى نعمل إيه فيه تلت حاجات نعملهم عشان نتجنب التأثير السلبي لأسرة المنشأ عندنا شوية مفاهيم أول مفهوم إن الأسرة دي أسرة جديدة الأمر التاني إن الأسرة دي لي ولها مفيش حد يملك أي شيء في هذه الأسرة إحنا مش مضطرين إن إحنا نحكي للأسرة أسررنا ولا ده من بر الوالدين إن إحنا نحكي أسررنا لأهلنا مش مضطرين لده يبقى فيه مفهوم أولاني هو إن الجواز ده ميلاد جديد المفهوم التاني إن الأسرة دي مستقلة ولازم يحصل له في طام ولازم يحصل له قطع للحبل الأسري وليس قطع العلاقة فيه فرق ما بين قطع الحبل الأسري يعني أقطع الاعتمادية على الأسرة دي لكن على فكرة أقطع الاعتمادية مش معناه إن أنا ما يكونش فيه مساعدة إيه المفهوم الدقيقة دي أو الله دقيقة عشان الأولاد يعرفوا ينضجوا عشان البيت ده يبقى ناضج فلازم نفرق ما بين المفهوم دي فنعمل إيه بقى أول حاجة أول حاجة لازم الزوجين يعملوه طب لو كنا وقعين بقى في تأثير أسرة المانشة إحنا لو متجاوزين بقى إلنا 15 سنة لو متجاوزين بقى إلنا 20 سنة نعد أنا شفت ناس بيتطلقوا لأن هي مازالت حتى الآن شايفة إن أبوها بطلها وإن الراجل ده ملوش أهمية في حياتها وإن أهلها هم الأقرب إليها والراجل ده طول عمره أنا مش فهم هو عايز إيه عشرين سنة يا ستي طب مع عشرين سنة مش فهم هو عايز إيه أقعدوا الآن أقعدوا يبقى أول حاجة نجلس ونتفق يبقى أول حاجة نجلس ونتفق إيه اللي بيحبه فلان وإيه اللي بيكرهه فلان إيه اللي بتحبه فلانة وإيه اللي بتكرهه فلانة وإيه اللي حاصل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الاتفاق لما اختلف مع السيدة عائشة وكان لما اختلف مع زوجاته جاب حد يحكم بينه معشان يتفق يبقى نقعد ونتفق نتفق على تفاصيل حياتنا بس بالله عليكم أنا بقول لكم وانا جاي من الخبرة بلاش قعدة الأعداء دي أنا ما أخسرش أنا هو ما يكسبش أنا ما يكسرنيش أنا لابد ان كل واحد فينا ياخد حقه ومستحقه يعني ايه أنا لازم أخد حاجة ما تخلينيش أحس ان أنا اتهزمت او انه ولا حسسها ان هي ركبة البيت لا لا ده مش شغل أزواج ده حتى لو انتم عايشين في الكلام ده بقى لكم عشرين سنة ده مش الطريقة اللي فعلا فيها مواد ده ورحمة الله سبحانه وتعالى جعل البيت مكان للمواد ده ورحمة مش مكان للعراق ولو سواحتم مش كل واحد ييجي يقول لي مش أنا السبب هي السبب مش أنا السبب هو السبب انتم الاثنين السبب عندنا قاعدة كده زي الحقائق العلمية كده في الارشاد الزواجي بتقول ايه القاعدة دي بتقول القاعدة ان احنا ان الطرفين هما سبب المشكلة للزواجية بنسب مختلف بقى يبقى اول حاجة نعمل ايه نتفق نقعد مع بعض ونتفق اتفقنا نعمل ايه بعد كده نجرب نجرب المقابل بتاع الستيريوطايب يعني النموذج اللي عندنا من القصة بتاعتنا ان احنا نجرب نجرب مع بعض اه ساعات الرجالة بيبقوا اكثر مقاومة للتجريب بس كمان الستات بتبقى اكثر مقاومة للتجريب لما تيجي تقول له مش هنجرب حاجة وانت بتعرفش حاجة في البيت وانا ست البيت وانا اللي عرف كل حاجة لا هنجرب يعني هنجرب ايه هنجرب نطبخ هنجرب نعمل الاكل يومين كل يومين فبعد كده ايه اللي حاصل جوزي ما بقاش تستطعم الاكل فهنجرب ان احنا نعمل اكلات سريعة كل يوم هنجرب هنفضل نجرب نفضل نجرب ليه عشان ده معنى الاحسان وعاشروهن فيها تفاعل يعني فيها تجريب فلازم نجرب نفضل نجرب لغاية ما نوصل للحاجة اللي ترضينا وتسعدنا وتحقق لنا اكثر شيء مشترك بنا ممكن يسعدنا احنا الاتنين يبقى اول حاجة نتفق تاني حاجة نجرب تالت حاجة نعدل افرد يا سيدي بعد شهر تلع الكلام غرض بالله عليكم ما يقولوش ما احنا فشلنا هو جربنا وفشلنا لا هو التجريب اصلا لازم بعد التجريب بيتقيم وتعدل فمش معنى اللي احنا جربنا والتجريبة دي ما بقى محققت لاش اهدافنا انه خلاص انتهت انا عايز اقول لكم المثلث اللي انا بقولوه لكم ده اسمه المثلث النضوج الناس النطجة في البيت تعمل ده تعمل ايه تتفق تجرب تعدل لغاية ما توصل ليه للشيء المروح بتاعنا عارفين مشكلتنا ايه الاستقراب ان احنا بنستقرب ونعمل ايه ونستسل وبعض الحقيين بنخلي ان انتماءنا الفارغ ليه الاسر بتاعتنا واسرة المنشأ يدمر حيات وعلى فكرة ده بيبقى انوع من انوع الدفاعية الدفاعية عن اسرة المنشأ وعن صورتنا واكثر شيء في الدفاعية بشوفها يدافع عن نفسه انه من الفلحنة انه لحد يقول عليه فلاح ويدافع عن نفسه انه وهي ادفع عن نفسه انه ويتقال عليها متحررة بلاش كده عدوا بدل كل الكلام ده يعني كل طواحين الهوى اللي احنا بنصريعها تعالوا نبعد عن تأثير قسرة المنشأ اللي بتتسرسب لغاية ما تدمر حياتنا من الداخل تعالوا نقول حاجة بسيطة خالص احنا محتاجين نعمل التلات اجراءات دولة نعمل ايه عشان نبقى وعيين اول حاجة نتفق تاني حاجة نجرب تالت حاجة نعدل لغاية ما نوصل للشيء اللي بيريحنا عارفين علامة ان انتو خرجتم من تأثير قسرة منشأ ايه ان انتو ترتاحوا ان انتو تفرحوا ان انتو تحسوا ان حياتكم بقت اهدأ واجمل واكثر حيوية يا رب اجعلنا دايما في رضاك واجعلنا دايما في محبتك واستنى ان انتو تجربوا الحاجات اللي احنا بنقولها دي وترجعوا مرة تانية ونتناقش فيها افتح علينا يا رب واشرح صدرنا واجعلنا اهل مددك عشان نستمر في رضاك ونستمر في العشرة الحسنة